أجواء طبعا إحدفالية جدا زاهية جدا في كود فوار ويا رب إن شاء الله تنتج عنها بقى سعادة للمصريين اللي طبعا متعطشين للتمنى بالمناسبة النهاردة إن شاء الله منتخب مصر طبعا بقيادة البرتغالي روي بيتوريا حيلبسوا طبعا اللعيبة الأميس الأحمر والشرط الأبيض والشراب الأسود بينما سيرتدي منتخب موزنبيق الطاقم الأصفر بالكامل تعالوا بقى نروح لبيتوريا اللي كان ليه مجموعة من التصريحات المهمة إنبارح طبعا نتكلم من خلالها عن الاستعدادات للمتش وأكد على مجموعة نقاط من ضمنها أو من أهمها كمان أهمية اللعب الجماعي وقال في المؤتمر الصحفي لا أقتنع بالفريق الذي يعتمد على الفرديات بل الفريق الذي يكون منظما ويؤدي بأسطوب جماعي مما يعزز الاستفادة من القدرات الفردية وأضاف إن هذا كلام ينطبق علينا في زل تواجد محمد صلاح في صفوف منتخب مصر وحذر المدير الفني للمنتخب الفريق غير المنظم يعني كان بيكلم بوقف شوية عند فكرة إن الفريق يكون غير منظم جماعيا بالتالي لن يتمكن من تحقيق النجاح وقال إحنا هدفنا فرض أسطوبنا في كل مباراة على حدة وختم تصريحاته بإمكاننا السيطرة على معظم المباريات لكن ده مش هيتحقق غير لما نكون وغدين أمور بجدية قال إن احنا طبعا سنحاول تحقيق هذا الأمر اعتبارا من مواجهة موزنبيق وطبعا دي المواجهة لناس كتير وإحنا كنا نتكلم حتى الأسبوع اللي فات أنا ونهوان ده على فكرة من محسن الصدف يعني وإن كان فيه ناس ما بنحب يشتقف قوى عند التاريخ يقولك ده التاريخ موضع لكن الماتش بماتشو فهم إزاي لكن برضو لما التاريخ يبقى عنصر حافزي بقى نقطة انطلاق بالنسبالك مش وحش شكرا